السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعة عشرين كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الحمل ولا رح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 22 دقيقة من صباح يوم 22 اتناش لا ينتقل بعديها لبرج الثور بما أن القمر موجود في برج الحمل معناة القمر يعني من ساعة 10 و46 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيش القمر انتقل وأصبح في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من مساء اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحمل أو استقر في برج الحمل معناته التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج يعني خلال هاي الفترة بنشعر بانه يعني أكثر نشاط بنكون في هاي الفترة في العمل في الحركة وأكثر تصميما وأكثر استقلالية نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا في خلال هذا الوقت أنه منفقد صبرنا في التعامل مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لبعض المشاكل أو الحجج الغير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير برضو وجود القمر في برج الحمل يعني بهاي الفترة يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وبرضو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاوية وحيدة فقط وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع وهي الزاوية مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة الأحمال أو الأعباء اللي بتكون عليهم فعشان هيك بيصير في تشتت فممكن يتعرضوا لبعض الحوادث ما منحسن التحكم في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي ما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى تحديدا ولكن كفحصات مراجعات طبية أخذ علاجات معينة عندنا الرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم طبعا زي ما حكينا بهاي الأعضاء ما بجوز عمليات جراحية كبرى ولكن عمليات صغرى أو عمليات اضطرارية ما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ خلو المسار الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة ثنتين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدته ثلاث دقائق بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمان أيام في تمام الساعة عشرة وسبع دقائق صباحا بصير تسع أيام نسبة الإضاءة ثلاثة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش سعيدة بنسبة عشرة في المية الآن في ساعات الصباح سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل حتى يوم اثنين وعشرين اتناش منتحس الآن بنسبة خمسين في المية في ساعات الصباح منتحسة بنسبة عشرة في المية أما في ساعات المساء فهي سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية عطارة في الجدب يتراجع حتى يوم ثلاث وعشرين اتناش سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القاوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم هاي فترة إيجابية حاول إنك تستغلها وبرضو وضع الشمس يعني بعطيك طاقة عالية جدا بوجوده في البيت التاسع فبتسلط عليك الأضواء وعلى الدعم الخارجي وربما اهتمامات مالية قروض سفر مراسلات وصفحة أو قرار جديد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز رح يكون اليوم على الوضع النفسي والصحي لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني حاولوا إنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم وحاولوا إنك تكونوا صبورين ممكن إنك ما تشعر بالراحة أو الهدوء الكامل أو الهدوء التام لأنه شوي الأجواء متقلبة فعشان هيك حاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة وإعمل بشكل روتيني برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم النشاط رح يكون اجتماعي أو بعلاقاتكم ومعارفكم وأصدقائكم عشان هيك حاول تستغل هاي النقطة لأنه كل مكاسبك رح تكون من الأشخاص اللي أنت بتعرفهم فبتنشطوا اجتماعيا تلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبتفرحوا بدعم من جهة ما حاول إنك تقدم الحلول المعتدلة عشان تحظى بالتحالف الجيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة طبعا القمر موجود في بيت السمعة عشان هيك أهم إشي ما في داعي للمغامرات والمجازفات أو تشوهوا سمعتكم حاول إنك تنظم وقتك بشكل جيد واحترم الموعيد هاي الفترة بتطلب منك الدقة والمتابعة عشان هيك أحاول إنك تحضر بشكل جيد وما ترتجل بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن صار موجود في البيت التاسع عشان هيك التركيز رح يكون على السفر على الاتصالات البعيدة على العلاقات مع الأجانب على الامتحانات الجامعية فعشان هيك بتنشطوا بالسفر والاتصالات وهذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة وهي فترة جيدة لخوط تجربة جديدة برضو فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو أي مجال برضو على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ممكن تعمل تسوية أو تهتم ببعض الفواتير أو الدفعات كثير من موليد برج العذراء رح يهتموا بالديون أو القروض أو الأمور اللي بتتعلق ببنك ضريبة تهمين سداد بعض الأمور حاولوا انكم ما تفرضوا رأيكم وما تكونوا عنيدين وما تهملوا أوراق الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن القمر موجود مقابلكم تماما هذه حالة سلبية شوي ولكن بظل هذا اليوم مناسب للقيام بعمل والطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز العلاقة مع الشركاء سواء المال أو العاطفة ولكن سلبيته أنه يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر من المواجهات الكلامية وحاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب القمر موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك انجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا تعاون من بعض الزملاء ولكن نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر هاي فترة مهمة جدا حاول الدقيق بأعمالك وبشكل كامل عشان ما يكون فيها نقص أو بعض الأخطاء بالرغم من بعض التوتر السائد إلا أنه عندك قدرة على إنجاز بعض الأمور ولكن ما تتسرع حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامر بموقعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر استقر في البيت الخامس بيت الحظ والحب والعاطفة والهوايات والمرح والترفيه فعشان هيك اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبتكون الحضوض قوية وكمان هاي فترة مناسبة للاجتماع أو الاجتماعات المهنية أو العائلية وبإمكانك أنك تلطف الأجواء ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك وما تتسرع بالكلام بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع يعني البيت والعائلة العقارات الصيانة الترتيب الديكور ولكن بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة أو مناسبة عائلية أو حدث ممكن تقدم على خطوة جريئة أو تظهر بعض المسائل المهمة واللي بتحتاج لبعض الحوار ممكن بعضكم يهتم باستئجار بيت أو مثلا عقار جديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم النشاط عالي جدا اتصالات وحركة وسفر انتحانات حوار والنقاش وتسويق هاي كلها إيجابية حتى العلاقة مع الأحبة ممتازة جدا بتنشطوا بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق بمرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن بدكوا تحذروا أثناء تنقلاتكم وأثناء حركتكم يعني عشان الحوادث والإصابات اللي بده يقدم منكم يعني لا مساعدة أو لتعاون الأوقت مناسب لهذا الموضوع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو منكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل عهدية أو جائزة أهم إشي إنك ما تضيع الفرصة واضف طاقتك بشكل جيد ركز فكريا ذهنيا لأن الأجواء بناءة وبرضو بتقدر إنك تبدأ لوضع حد لبعض التساؤلات ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات ولكن ركز بالمصاريف والأموال أمات معنى تستسلم لوعض النصابين والمحتالين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء